بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن العيش هو الاسم الشعبي المتداول للخبز في مصر في دلالة واضحة على ما تمثله هذه السلعة الاستراتيجية من أهمية قصوى للعيش أو الحياة فهو ضيف دائم على الموائد المصرية مهما تغيرت المستويات ولهذا السبب ظل أي تغيير مرتبط بالعيش أو المواد المكونة له سواء من حيث السعر أو الوزن والجودة وغير ذلك يحظى باهتمام واسع من قبل المصريين ومع وفرة الخبز في مصر وتقديمه بأسعار مدعمة لنحو 67 مليون مصري على بطاقات التموين مقابل 5 أرش فقط للرغيف الواحد وهذا قبل زيادة مرتقبة للسعر عادة ما تكون هناك بقايا بكميات متفاوتة منه في كل بيت تقريبا وبينما يلقى البعض تلك البقايا التي تعرضت للجفاف أو العفن في بعض الأحيان في القمامة وتلجأ الكثير من الأسر إلى توظفها بشكل مختلف من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من العيش الأديم وأحد أبرز أوجه استخدامات بواء العيش المنتشرة هي باعها بالكيلو وفي فترات سابقة بالمحافظات المختلفة وببعض المناطق الريفية حتى الآن هناك جائلون بعربات يدوية يجوبون الشوارع لشراء العيش الناشف أو الجاف كما يطلق عليه وبالتالي تلجأ أسر عديدة إلى تخزين البقايا في أكياس مخصصة للمطابق بكميات من أجل باعها والاستفادة من تمنها وتستخدم البقايا كعلف للحيوانات والدواجن وذلك بعد تكفيفها وبيصل سعر الكيلو بحسب تصريحات سابقة لنقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن إلى سلاسة جنيهات ويعني هذا أن مقابل بيع بقايا الخبز المدعم على وجه التحديد بيفوق سعر شراء الخبز نفسه وأن وزن الرغيف المدعم بيصل إلى تسعين جرام وطبعا لذلك فإن وزن أحداشر رغيف مدعم بسعر خمسة وخمسين قرش يصل إلى كيلو جرام تقريبا وبيتم بيع الكيلو بسلاسة جنيهات بعد تكفيفه لتقديمه كعلف أي بمكسب نحو جنيهان ونصف ومن بين الاستخدامات أيضا لبقايا العيش في مصر توظيفه في تصنيع مشروب زي أضرار مختلفة على الصحة وهو مشروب البوزة الشعبي والذي يتم تحضيره من خلال الخبز الجاف أو الذي أصابه العفن من خلال تخميره مع الشعير وتقديمه كمشروب وحذر أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأظهر أحمد كريمة من المشروب قائلا أنه محرم في حديثه عن قرار زيادة سعر الخبز المدعم مشيرا على أن جزءا من ذلك الدعم بيقدم للدواجن والحيوانات من خلال تقديم الخبز كعلف أو في تصنيع البوزة ويمثل اتجاه الدولة المصرية لزيادة سعر الخبز فرصة لكثير من المختصين لتصلية الضوء على فطورة الإهدار الذي تواجهه منظومة الخبز لا سيما من حيث تقديم الخبز كعلف للحيوانات وهو ما استغل المدافعون على قرار زيادة السعر للإشارة إلى ما ينطوي عليه من مزايا لتقنين استهلاك واستغدام الخبز المدعم في إطاره الأساسي ووفق بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية فإن هناك هضر يوميا فيما يتم إنتاجه بمنظومة الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه مثل توظيفه كعلف للطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالي حجم الإنتاج وتقدر شعبة المخابس بغرفة صنوعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية فاتورة الإهدار في منظومة الخبز المدعم بنحو 3 مليار جنيه وذلك من خلال استخدام الخبز المختلفة التي تمثل إهدارا له مثل تقديمه كعلف بحسب الإحصائية التقديرية التي كشفها رئيس الشعبة حسن محمدي في تصريحات له مؤخرا ترجمة نانسي قنقر